ماذا دار في اجتماع معراب ليلة السبت الأحد وما هي الخطوات لمشروع إسقاط الحكومة؟ تقرير بيرنا نعم شديد لم يكن اللقاء التشوري والتنسقي في معراب الأول وهو بالطبع لن يكون الأخير لقيادات 14 أذار فالرئيس أمين لجميل ورئيس فؤاد السنيورة ونواب جورج عدوان سامي لجميل أحمد فتفت والوزير السابق محمد شطح إلى رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع وضعوا خلال اجتماع معراب خطة تحرك على المدى المتوسط من أهم مبادئها أن لا كلام في أي طرح أو موضوع قبل رحيل الحكومة لأن مرحلة ما بعد وسامي الحسن لن تكون حكماً كما قبل هذا الموضوع اليوم نحن بصدد صياخته وحينحط ولكن في خطوط الأساسية المعروفة نحن لا يمكن نتعامل مع هذه الحكومة ولا بأي شكل من الأشكال ونحن نعتبر أن هذه الحكومة سقوطها هو مجرد مدخل إلى معركة سياسية أكبر إعادة ترسيخ مفهومة دولة إعادة طمعنين للناس لوقف القتل وهذا يطلب فعلاً أن الدولة تستعيد مكانتها وهذه معركة طويلة لأنها معركة تصل لموضوع السلاح نحن ملتزمين بأن كل صراعنا سيكون صراع سياسي سلمي سيأخذ كل الأشكال التي يسمح فيها العمل السياسي السلمي ما هي الخيارات المفتوحة؟ لا مفتوحة كثير أمكانيات في كثير أمكانيات مفتوحة بالسياسي وما في حدود لأي شيء يعني مثل ما كانت البعض يعتبر الخيار تمسكرة سنة 2005 وكلها فتحت بأن هذا القرار يعود للشعب اللبناني وشو بده شعب اللبناني؟ أخذينا بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب وحماية السلم الأهلي خلص اجتماع معراب إلى التأكيد على أن المشكلة ليست مع الحكومة بل وجود الحكومة هو نتيجة للمشكلة ولوجود سلاح حزب الله وبالتالي فالمعركة ليست على السلطة علما أن البديل بات موجودا بحسب المعلومات اليوم حتى حركة السلمية ممكن تأدل نتيجة؟ طبيعا نتأدل لأنه بالنهاية الشعب هو اللي بيقرر بنهاية المطاف شو اللي بيبدو بيقدر يفرض أكيد المتغيرات السياسية إلى دور ولكن بكل مرة الشعب اللبناني قرر يأخذ مويف قدر ينفذ يلي يبدو يلي بتاخد وقت قصير أو طويل هذا مش مهم مهم أنه نقنع الناس والناس مقتنعة أنه ممكن الوضع القتل اللي ماشي يرجع يستمر لقاء معراب الذي استمر حوالى الخمس ساعات يتكتم المشاركون فيها عن كشف الخطوات العملية التي اتفق عليها ويكتفي فتفت بالقول إن نتائجه ستبدأ بالظهور خلال 24 ساعة والتحركات على الأرض ستتكثف ضمن نطاق القانون وهي لن تهدأ قبل رحيل الحكومة